صباح الخير مشاهدينا وتتبعينا الكرام أهلا سهلا فيكم بهذا الأسبوع التداول مباشرة من صفحة تكمل العربية على فيسبوك معكم المحلل والمدارب المعتمد جزاف ظهري خلينا أنا وياكم مر على أبرز الأزواج والعملات الرئيسية الموجودة عننا بسوق الفوريكس وبسوق المال بشكل عام لنشوف أبرز الفرص اللي موجودة عننا في هذا السوق مع افتتاح أسبوع تداول جديد جلسة أمس كان عندنا أغلاق للسوق الأمريكي وطبعا أغلاق بسبب الـ US Memorial Day وهي طبعا عطلة رسمية في الولايات المتحدة وأيضا في أوروبا خلينا أنا وياكم نشوف ومع افتتاح هذا الأسبوع كيف التقلبات عم نقدر نتحملها وأنا وياكم كيف ممكن نكون عنا بعض الفرص اللي ممكن نستثمر فيها سويا في البداية العمل الأوروبية الموحدة شو مخبيت لنا اليورو دولار اليورو دولار بجلسة أمس كنا تكلمنا على انخفاض وتراجع بزابتكن اليورو دولار مقابل أو اليورو مقابل الدولار الأمريكي وصولنا إلى مستويات تقريبا 111.60.111.59 ما قبل الارتفاع عن جديد فبالنسبة لألنا طبعا بعدنا نتوقع ارتفاع للعامل الأوروبية الموحدة لأن الإشارة الإيجابية اللي حصلنا عليها أسبوع الماضي كانت أكتر من رائعة وأكتر من جيدة لألنا على رسم بياني اليومي منلاحظ أنه على القاع تم ملمسة مستويات مهمة جدا لليورو دولار وطبعا كان بتمثل قاع مصدوج أو double bottom مثل ما بيسموها بـ Simple Technical Analysis أو بالتحاليل التقانية المبسطة وأنا ما هذا القاع طبعا على طول عم نجح نشهد منه ارتداد للعامل الأوروبية الموحدة الهدف لألنا هو آخر قمة نخفضنا منا اللي هي تقريبا قمة 111.112.59 وهذه هي إذا بدكم المستويات المنتظرة للعامل الأوروبية الموحدة للتفكير ولأعادة انكحان بالنظر أو بالسيناريو المفترض اللي ممكن نواجهه للعامل الأوروبية الموحدة بجلسة الأسيوية تراجع لليورو دولار تراجع للعامل الأوروبية الموحدة وهذا الانخفاض محدود بالنسبة لألي وبرأيي الشخصي وأتوقع بداية ارتفاع جديد للعامل الأوروبية الموحدة أستاذ حكيم جود مورنين مصطفى محمد أستاذ سامر صباح النور أهلا وسهلا فيكم باستعمال فيبوناتشي من آخر قعة لآخر كمة بعد تقريبا متلمسنا مستويات 38.2% بعد متلمسنا مستويات 50% فبعد عندي مجال أكتر أن السوق ينخفض ويتلمس مستويات بعد أوطى لليورو دولار مقابل الارتفاع وبداية ارتفاع العامل الأوروبية الموحدة فبالنسبة لألنا الموجات الاندفعية لها موجات تصراحية الموجات التصراحية بتكون على شكل ثلاث موجات أو ثلاث موجات تراجع مقابل الارتفاع الجديد فإذا ندخل على رسم بيانة 30 ديئة أو حتى الساعة ممكن تكون جيدة للنظر بهذه الهيكلية أو بهذا الانخفاض منلاحظ أنه الانخفاض كان على شكل 5 موجات طبعا بالنسبة لليورو دولار فالانخفاض من الكمي اللي هي كمية 112-14 1-2-3-4-5 هذه أول موجة الصحية أتوقع أنه هلأ نرجع نشهد ارتفاع لليورو دولار لإعادة امتحان مستوى 111-199-112-04 وطبعا انخفاض عن جديد إلى المنطقة الصفر أو اليالو بوكس المحددة أمامنا مقابل ارتفاع لتثبيت مستوى 112-159-112-60 فبالنسبة لأن هذا السيناريو المفترض على اليورو دولار بعرف ما أنه كتير واضح بعرف ما عندي سيناريات مفترضة أكتر من رائع أن ندخل بفرصة شراء المبيع ولكن نحن السيناريو المفترض على اليورو دولار طبعا يوجد بعض التقلبات فيها وعن هيك عنوان هذه الجلسة عنوان هذه الجلسة طبعا هي بدأت أسواق أو الأسهم الأسيوية أصبوع التداول بطريقة مختلطة والطريقة المختلطة لسوء الأسهم إن كان أسهم الولايات المتحدة مؤشرات الـ SP500 والـ Dow Jones أيضا فهذه طبعا ممكن تؤدي إلى تقلبات أيضا وسيناريات مختلطة للعملات الرئيسية فبهذه الحالة بدنا نلاحظ أو بدنا نكون نحن أكيدين من التقلبات اللي عم تحصل عنها وخاصة السبب لهذه التقلبات وهذه الفلاتيليتي فبالنسبة لألة طبعا وبالنسبة للتشنجات اللي عم تحصل عالميا وخاصة في الولايات المتحدة إذا ندخل على آخر بيان كنا نزلنا على مدون التكمل منلاحظ أنه عنوان كان هدد للولايات المتحدة بفرض رسوم جمهوركية على صناعة السيارات اليابانية فبهذه الحالة الولايات المتحدة وأيضا طبعا بالتحديد دونالد ترامب عم بيفرض رسوم جمهوركية مش بس على دولة الصين وإنما على دول أخرى مثل اليابان وإنتوا بتعرفوا أن اليابان من أكبر الاقتصادات عالميا اللي موجودة في قارة آسيا وحتى عالميا طبعا فدونالد ترامب عم بيهاجم هذه الدول بقوة وهو برأيه الشخصة أنه ممكن هذه الرسوم الجمهوركية تقدر تفيد الولايات المتحدة وتزيد مدخولها الشهر وإنما ممكن ترتد بشكل معاكس عليه وممكن ترتد بشكل معاكس على الولايات المتحدة وتسحب الودايع وطبعا خلينا نرسل عن دات الخزينة اللي شارينا واللي مستثمرين فيها دولة الصين ودولة اليابان داخل الولايات المتحدة فهذا الشيء ممكن يؤدي إلى تقلبات مرتفعة هذا الشيء ممكن يؤدي إذا بدكم إلى عدم الثقة في الدولار الأمريكي بوقت لاحق بالنسبة لأقلنا بالوقت الحاضر طبعا ضعف الدولار الأمريكي واضح إذا مندخل على موقع tradingview.com خلينا نشوف أنا وياكم الرسم بيانة الدولار اندكس أو DXY DXY Currency Index أوكي رح ندخل على الدولار الأمريكي نشوف الرسم البياني ونشوف التراجع للدولار الأمريكي اللي ممكن إذا بدكم به الجلسات القادمة يكفي طبعا هذا الضعف لزيارة كعان جديدة فبالنسبة لأقلنا كمة الـ 98 دولار للدولار الأمريكي يعني أو للـ DXY لمؤشر الدولار الأمريكي طبعا كانت أكثر من مهمة هذه المستويات اللي تنكث بيتها مرتين بالضبط هلأ التراجع بهذه الشموع اللي عم نشهدها شموع خمر مسيطرة على مؤشر الدولار الأمريكي ممكن تكفي بيئة جلسات القادمة ووصلنا إلى مستوية الـ 97-13 وحطة أقل تمام؟ فهل يترى هذه الموجة الصحية للدولار الأمريكي؟ نعم بعد ما نحن ننتظر أو بعد ما ما منأكد أن هذا الانخفاض اندفاعي في البداية الإشارة الانعكاسية اللي منشهدها على رسم بيانة معين منسمي أو منلقبها على أنها موجة الصحية ولاحقا طبعا لما يتم اختراء مستويات مهمة جدا ويتم إغلاب تحت مستويات إذا بدكن دعم رئاسية اللي هي تلقى بـ support 1 و support 2 support يعني نعم نتكلم عن نقاط دعم رقم 1 ورقم 2 هناكي منرجع من غير رأينا ومنرجع من نفكر بموجات اندفاعية وإشارة انعكاسية أو تغيير اتجاه فبالنسبة لقلنا ومع تكملة اتجاه الهابط للدولار الأمريكي داخل أو ضمن هذه الموجة الصحية ما في شك أنه ممكن نكفي ارتفاع العملات الرئيسية أيضا ضمن موجة الصحية اليورو دولار بكل بساطة عم بيرتفع بشكل موجة الصحية وكذلك الأمر تراجع الدولار الأمريكي بنفس الشكل هلأ بالنسبة لقلنا طبعا اليورو دولار بعده ضمن موجة الصحية إلى حين اختراق مستوى 112.60 وأغلاق فوقه مونيكي بنرجع ونفكر بإشارات إذا بدكن شراء أو بإشارات إيجابية للعملة الأوروبية الموحدة بالنسبة لسترلين دولار ضعف لسترلين دولار بعده نسيطر عليه فريق الدباب ما في شك أنه البرش سيجنل اللي موجودة عندي طبعا يعني ضخم جدا اتجاه العام هابط ما فينا نحن نفكر بالشراء السترلين دولار أو الباوند دولار إلى حين وصوله إلى مستويات مهمة جدا أو مغرية جدا للشراء شو هي هيدا المستويات؟ باستعمال في بناتش عرسل بين الأسبوعي من آخر قع لآخر كمة تم تثبيت مستوى 61.8% وهذه أول مستويات شهدنا ارتداد منها هلأ الهدف الآخر اللي قالنا بالنسبة لسترلين دولار هي هذه المنطقة اللي هي منطقة بين مستوى 61.8% ومستوى 76.4% هذه المستويات اللي من خلالها رح نكون عم نرجع ندرس سيناريات مفترضة أخرى للباوند دولار إذا في حال بدنا نفكر بالشراء ما حدا رح يفكر بشراء الباوند دولار ما حدا رح يفكر بشراء اليورو دولار إلى حين أخذ إشارات وتأكيد وكونفرميشن فوق مستويات محددة تراجع الباوند واليورو دولار عم بقدوا إذا بدكم إلى تقلبات مرتفعة جدا على زوج اليورو جي بي بي أو اليورو مقابل ألسترليني عم نلاحظ ارتفاع الباوند أو اليورو مقابل الباوند عم بيكون دخن جدا أكتر من 16 أو 17 شمعة إيجابية وتاب على فريق الثران على اليورو جي بي بي فبهذه الحالة لازم نحن ناخد بعين الاعتبار أنه المناطق البيع بعد ما وصلنا لها تمام؟ زخم الارتفاع أوي المومنتوم أوي بعرف أنه المؤشرات اللي موجودة عنا على منصة التداول ممكن تكون عن تعطينا إذا بدكم منطقة تشبع بالشراء أو أوفر بوت بوزيشن وهذا بيعني أنه لازم نبتدي بموجات تصرحية ولكن للأسف ما عم نشهد هذه الموجات التصرحية بعدنا نحن في صدد إذا بدكم ارتفاع الموجة التصرحية على الصورة الأكبر لليورو جي بي وصوله إلى مستويات هذه الكمة وجهنا بعض الصعوبات تراجع بشمع حمره وحده ولكن منع كافي على أنه نبتدي نعزز صفقات البيع استاذ محمد اليوريان واليو أسديان رح نمر عليهم استاذ رفي أهلا وسهلا فيك اختراق مستويات 088-30 فهنا رح نستهدف فيها مستويات 089 على اليورو جي بي وإذا تم اختراقه ممكن يكفي بالاتجاه العام الصاعد على المدى الوسط للطويل هلأ بالنسبة لقلنا اليورو والجي بي بي هن العملات الرئاسية ولكن الموضوع الأهم اللي حب أتكلم عليه أنه ما عم بيكون عندي فرص استثمار على العملات الرئاسية اللي هن اليورو أو الجي بي بي فبهذه الحالة المستثمرين عم بيطرقوا أن ينتقلوا إلى البرودكت أو المعادن والسلعة اللي هي بتكون عادة أخطر من العملات يعني كلمة لنقدر نكون نحن عم نستفيد من المضاربة المضاربة عم بيلاقي أنه ما عنده فرص استثمار باليورو وبالجي بي بي وبالأسترالي الدولار وبالدولار كاد وبالدولار ين لأنه محافظين على مستويات مهمة جدا ومحافظين إذا بدكم على مناطق بشكل أفقي أو بتذبذب أفقي فبهذه الحالة عم ينتقلوا إلى استثمار في أسعار النفط في أسعار برميل النفط وأيضا بالمؤشرات الأمريكية فرح مر ويكون تركيز أكتر أنا وياكم بهذه الجلسة على المؤشرات والأسهم طبعا الأمريكية أسعار النفط أسعار الفضة أسعار الدهب وبهذه الحالة نحن في انتظار مخاطر مرتفعة في سوق الفوريكس لنقدر نستفيد من التقلبات خلينا نمر على الدولار ين هذه المنطقة اللي حددناها أنا وياكم منطقة مهمة جدا هذه المنطقة الصفرة في جلسات سابقة كنا قلنا أن هذه المنطقة الصفرة هي خط فاصل بين السيناريو الإيجابي والسيناريو السلبي طالما نحن بعدنا محافظين عليها على الدولار ين وأيضا على الأزواج الرئيسي اللي بتتضمن الين الياباني مثل اليورو ين السترليني ين خلينا نقول جميع الأزواج الكاد ين الـ CHF JPY أيضا فكل الأزواج اللي بتتضمن الياباني عم تتداول كرب مستويات مهم جدا وهذه المستويات هي خط فاصل بين السيناريو الإيجابي والسيناريو السلبي فنحن بهذه الجلسة رح تكون مصرية طبعا هذه الجلسة رح تكون خط فاصل وهذه الجلسة رح تنتظر إشارة معينة كما منها نبتد بالارتفاع أو بالانخفاض عن جديد هذه المنطقة الصفرة أو الـ Yellow Box مهم جدا نحن في انتظار تأكيد شموع الأربع ساعات القادمة يعني شمعة القادمة وشمعة اللي بعدها طبعا يعني خلال هذا النهار إن شاء الله خلال جلسة التداول اليوم رح نكون أخذنا إشارة يا أمن ارتفع بالدولاريان يا أمن نخفض إذا في حال أغلقنا تحت مستوى الـ 129 129 يعني 20 نقطة من المستويات الحالية إغلاق تحت هذا المستوى فورا رح تسجل لي إشارة سلبي يورو يان شو عم بصير عنا على اليورو يان اليورو يان أيضا من وراء افتتاح جلسة الأسيوية وطبعا إشارة حمرة وإشارة حمرة بدأينا نشهدها بكل بساطة كنا حددنا مستويات مهمة جدا وبالنسبة لموجات أليوت كنا قلنا أنه تثبيت مستوى الـ 61.8% اللي عم نداول بقربة هلأ مستويات مهمة جدا وأنه بالنسبة لموجات أليوت واستراتيجية موجات أليوت دخلنا بشكل دقيق على الموجات على رسم بيان الساعة وكنا قلنا أنه نحن في في انتظار إذا بدكن موجة أخيرة موجة هبوط أخيرة لتسجيل الموجة الخمسة من خمسة الموجة رقم خمسة من خمسة يعني المخفاض الأخير لليورو ين اللي هو رح يكون قرب مستوى الـ 121.80% ومن هناك رح نرجع نفكر بإشارة إيجابية عن جديد لزيارة مستوى الـ 125 وـ 128% فنحن في انتظار إذا بدكن قوة العملات الرئاسية مقابل اليام الياباني نحن في انتظار الإشارة إيجابية على اليورو على الباوند على جميع الأزواج الرئيسية اللي هي بتقوى ممكن بجلسات القادمة على الـ يان الياباني يعني الـ يان الياباني ممكن نتوقع ضعف لألو ضعف لليان الياباني إذا في حال أن نتوقع ضعف للليان الياباني هذا بيعني قوة العملات الرئاسية قوة الدولار الأمريكي مقابل الياباني فأتوقع أن الدولار ين يكون عنده إذا بدكم ارتفاع بجلسات القادمة يقوى الدولار الأمريكي مقابل الياباني وبهذه الحالة ممكن نقدر نشهد إذا بدكم ارتفاع للعملات الرئيسية بأجمعها مقابل العملة اليابانية هذا بالنسبة لليورو ين استاذ محمد صباح الخير استاذ أحمد يعني شو بدي لكم أنا بدي أتمنى لكم أول شي شهر مبارك وبدعية الجميع كل سنة وانتوا طيبين يعني المسابقات اللي عم نقدمها في شركة تكمل اللي تابعة طبعا لمسابقة شهر رمضان مبارك بهذه الحالة بد يكون في عنا إذا بدكم بعض السحبات وخاصة من خلال برنامج ممكن أن يصحب بعض الأسامة فأستاذ أحمد انت ربحت أسبوع الماضي وطبعا هذا كان من نصيبك فما فيك تربح كل أسبوع ما فيك تكون معصب من شركة تكمل لأنه انت ما عم تربح الجايزة كل أسبوع أنا بدي أتمنى لكم نهار مثمر ورائع طبعا للجميع فخلانا نمر ونكفي على أسعار النفط نشوف شو مخبالنا سعار برميل النفط بالنسبة للتحليل لأسعار النفط كنا توقعنا بجلسة أمس أنه ارتفاع لسعر برميل النفط وصوله إلى مستويات أو اليالو بوكس أو المنطقة الصفرة قرب مستويات أو بين مستويات مغرية جدا لتعزيز صفقات ومراكز الباع تمام؟ وبالفعل هيك شفنا عند وصول أسعار النفط إلى هذه المستويات واليالو بوكس إذا بتحددها أنا بيكون هذه هي المنطقة اللي حددناها بين مستويات 59-15 والـ 60-20 ممكن يكون عندي بعض كمة أخيرة لأسعار النفط لزيارة إذا بتكون مستوى 59-80 أو 60 بالضبط وهذه المنطقة اللي حددناها على الرسم البياني فعند أصوله إلى هذه المستويات رح يكون عندي إشارة سلبية ونتوقع أن يكون عندي موجة هبوط نقصة بعد لسعر برميل النفط أنا شخصياً أتوقع زيارة مستوى الـ 55 دولار وحتى 53 دولار لسعر برميل النفط ومن هذه المناطق رح تكون مناطق مغرية جداً لتعزيز مراكز الشراع عن جديد فعند ميسينج لاج وموجة هبوط نقصة ممكن أن نستفيد منها نحن كمضاربين هل يا ترى من هذه المستويات الحالية فيك تدخل بصفقات بيع؟ نعم ممكن تنتظر بعد كمة صغيرة أو ارتفاع بسيط بعد لأسعار نفط وقابل تعزيز مراكز البيع أيضاً أفضل وأفضل فبهذه الحالة طالما نحن عندي وكرب هذه المناطق نحن في صدد انتهاء الموجة الرابعة على برميل النفط وهذه الموجة الرابعة رح تكون بشكل ABCW X و Y اللي هي 1, 2, 3, 4, 5 فبالنسبة لتحاليل موجة إليوت ودمجة مع فيبوناتشي بعد عندي كمة صغيرة جداً لبرميل النفط ارتفاع بسيط جداً مقبل تعزيز صفقات البيع ونحن في انتظار هذه المناطق لندخل بصفقات بيع على أسعار النفط وبهذه الحال مقدم نستفيد بالنخفاض أكتر من 6 دولارات لبرميل النفط اللي هي عبارة عن 6,000 دولار للعقد الكامل العقد الكامل هو عبارة عن 1000 برميل لسعر برميل النفط ونتوقع مع انخفاض سعر برميل النفط بموجة اندفعية أخيرة ممكن نجعل ننبش على إشارات إيجابية وإذا بتكون مناطق شراء لبرميل النفط كرب مستويات 53 و 55 دولار بالنسبة للمؤشرات الأمريكية أيضاً نفس السيناريو انتوا بتعرفوا انه عندي علاقة إيجابية بين الداو جونز وبرميل النفط وهذه العلاقة طبعاً مثل ما هو قوله غير واضحة للجميع وغير معروفة خلينا نقول ولكن إذا منحطهم على البرنامج سوياً ومنشوف الـ correlation أو العلاقة الإيجابية موجود علاقة إيجابية طبعاً ما لنا 100% ولكن almost 60% أو 65% بين النفط والداو جونز اللي هو مؤشر الأمريكية طبعاً الـ industrial الصناعة الداو جونز 50 الداو جونز 30 عفواً اللي هو يتضمن 30 شركة Blue Chip Companies أو شركات طبعاً 30 شركة فبهذه الحالة إذا في حال نتوقع ارتفاع بعض بسيط لأسعار النفط مقابل المتخفاض والانهيار لسعار برميل النفط يعني ممكن نكون عندي بعض ارتفاع بسيط للمؤشر الأمريكي الداو جونز مقابل الانخفاض الضخم لزيارة وتثبيت كعان جديدة فالمؤشرات الأمريكية بعدما ضمن الموجة التصحية وبعدما ضمن هذه إذا بدكم الموجة موجة الهبوط من هذه القمة لهذا القاع بعدما انتهينا من الموجة التصحية نتوقع بهذه المستويات يكون عندي مستويات مغرية جداً لتعزيز صفقات ومراكز البيع تمام؟ فبهذه الحالة رح نكون أيضاً في انتظار ارتفاع بسيط بعض للمؤشرات الأمريكية ومن ثم تعزيز صفقات البيع للانتهاء من الموجة التصحية للمؤشرات الأمريكية وطبعاً ما في شك أنه نحن ولو حتى بعد شهدنا انخفاض للمؤشرات الأمريكية لكعان وتسجيل كعان جديدة فبهذه الحالة بعدما انتهينا إذا بدكم بالارتفاع يعني نحن بعدما عم نداول قرب الكمم للمؤشرات الأمريكية وهذه القمة طبعاً بعدها بتمثل إذا بدكم إشارة إيجابية للمؤشرات الأمريكية وبعدما أخدنا إشارات سلمية طبعاً عند اختراق هذا القاع يلي هو قاع مستوى الـ 21700 كتير بعيدة على المستويات الحالية ولكن فور اختراق هذا القاع ممكن نرجع نفكر بإشارات سلبية للمؤشرات الأمريكية ولكن نحن بعدما بصدر الارتفاع وهذا الاتجاه العام الصاعد ما ممكن يتم اختراقه بسهولة إلا إذا في حال عندي انهيار ضخم في الولايات المتحدة وهذا الخبر أنا بالنسبة لألي وبرأيي شخصي ناتج عن إعادة انتخاب الرئيس الجمهورية للولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات القادمة انتو بتعرفوا عهد الرئيس الجمهورية هو عبارة عن أربع سنوات أربع سنوات عم نتكلم سنة الجيه طبعاً السنة القادمة رح يكون عندي إعادة انتخاب الرئيس الجمهورية للمولايات المتحدة وإذا في حال تم انتخاب رئيس دونالد ترامب عن جديد وبهذه الحالة رح تكون إشارة إيجالية ضخمة جداً للمؤشرات الأمريكية ومن وراء الموجة التصحية اللي عم نتوقع هلأ نتوقع تقني الاتجاه الصاعد لتسجيل كمم جديدة ومستويات جديدة لأن دولار ترامب عم يعطي ثقة كتير قوية للدولار الأمريكي عم يعطي ثقة كتير قوية للمؤشرات الأمريكية وما ممكن بالسهولة أنه نبتدي بإشارات انعكسية وبإنهيار هلأ بالنسبة لألنا من وراء تسجيل كمم جديدة ممكن نوصل إلى مستويات مهمة جداً للإنهيار أنا كنت وقتكم بسنة 2019 رح يكون عندي انهيار للمؤشرات الأمريكية وهذه السنة مخبية أمور مهمة جداً للمؤشرات الأمريكية ولا الـ SP500 ولا الـ Dow Jones الـ US30 بالنسبة للنفط والمؤشرات الأمريكية كنا مرأينا عليها شو رأيكم به سعر أنسة الدهب هذا من الموجودين عنده بعض السنوريات المفترضة لسعر أنسة الدهب أنا كتير بهمني أنه نحن نتشاور بالسنوريات المفترضة بالنسبة لألي أنا شخصياً أتوقع أنه أسعار الدهب ممكن توصل إلى مستويات الـ 1298 يعني ارتفاع بعض موجة أخيرة لسعر أنسة الدهب ومن ثم طبعاً انخفاض وانهيار لإعادة انتحار مستوي الـ 1240 والـ 1234 إذا في حال أحد الموجودين وطبعاً أنتو تعرفوا أنه بحب أنه يكون في عنده إذا بتكون انتراكشن وبعض التفاعل بهذه الجلسات الصباحية من صفحة تكمل فأتوقع أنه من بعض الأشخاص يعطوني سانوريات المفترضة كيرمن نقوم بتحاليلها سوياً أسعار الدهب بالنسبة لألي من هذه المستويات ممكن تكون مغرية جداً لصفاقات البيع ووقف خسارة سيكون فوق مستوى الـ 1301 فإذا في حال ارتفع ارتفع الدهب لزيارة وتخبيط مستوى الـ 1292 رح نكون أكتر من سعادين أنه نمتحن ونجرق فرص بيع مع وقف خسارة تايت خلينا نقول تايت يعني عم نتكلم على ريسكتوري وورد ريشو أصير شو يعني؟ لما ندخل بفرصة استثمار نحنا كمضاربين بسوء الفاركس لازم نكون وقف الخسارة صغير ولكن صغير مقابل شو؟ مقابل الأرباح فبهذه الحالة إذا نحنا ريسكتوري وورد ريشو يعني المخاطر اللي عم نعرض حسابنا التداول عليه مقابل الأرباح اللي ممكن نجنيها صغيري بهذه الحالة بيكون ريسكتوري وورد ريشو رائع جداً ولازم نمتحن فرصة التداول هذه ولكن مش بالضرورة تكون مية بالمية صائبة ولكن إذا في حال أنا عم بقول أنه وقف خسارة للذهب على مستوى الـ 1301 يعني فقط بعشر دولارات وقف خسارة مقابل انخفاض من 1290 للـ 1240 تقريباً محدود الـ 52 دولار وبهذه الحالة ريسكتوري وورد ريشو بيكون أكتر من رائع فلازم أن نجرب هذه الفرصة ولو حتى بجزء العقد أو بـ 0.1 أو 0.2 فأتوقع أنه ساعة قنسية الدهب تشهد بعض التقلبات بهذه الجلسة هلأ انخفاض الدولار الأمريكي كان ناتج على شو؟ انخفاض الدولار الأمريكي كان ناتج على الـ US Durable Goods اللي هي طبعاً بيانات كانت موجودة عنا وهذه البيانات اللي كانت موجودة عنا على الـ US Durable Goods Durable Goods هي عبارة عن إذا بدكم بتمثل مدى خلينا نقول ارتياح متل ما بقوله أو مدى إذا بدكم تحسنوا الاقتصاد في الولايات المتحدة عم نتكلم على Durable Goods يعني عم نتكلم على شراء إذا بدكم او أو قوة الشراء عند المستثمرين أو عند خلينا نقول الشعب بشكل عام للأمور اللي غير أساسية يعني انتو بتعرفوا في البداية لما الواحد يكون عم بيجنب عدد الفلوس وعم بيقبض مع عاش وإخر الشهر وطبعاً المدخول اللي عم بيدخل طبعاً على جيوب المواطنين في البداية بيفكروا بالأمور الأساسية اللي هي الشلتر اللي هي البيت اللي هي طبعاً الأكل أو المأكلات كرمال المعيشة ولكن بشكل أو آخر طبعاً ثالث شيء بيجي الدور بالـ Goods اللي هي الأمور اللي بيشتريها المواطن إذا في حال حابب أنه طبعاً يشتري خلا نقول جوال حابب يشتري تيفي حابب يشتري أمور ما قالها إذا بتكون أهمية مثل المأكلات والبيوت والشلتر والآخرية فالدور بالـ Goods طالما عم بتزيد يعني الاقتصاد بأحسن حالاته يعني المواطن عم يصرف فلوس والليكوديتي أو السيولة في البلد عم بتزيد وطالما الدور بالـ Goods عم بتخف فبهذه الحالة الاقتصاد بدل على ديئة في الاقتصاد تمام؟ مثل ما عم نشهد في الدول العربية إن كانت بالبنان وطبعاً بمصر وبجزائر وبالكوات وبمعظم الدول العربية عم نشهد إذا بتكون هذه الدئة الاقتصادية عم نلاحظ أنه التضخم عم بياكل المواطن بأي شيء أو بأي فكرة عم بتكلم عليها عم بياكل المواطن يعني المدخول للمواطن عم بيكون أقل بكتير من المصروف اللي ممكن يكون موجود عنده أو من الليابلتين بالنسبة لجلسة اليوم البيانات اللي ممكن تصدر عنا هي الـ الـ على الساعة خمسة بتوقيت بيروت أو بتوقيت طبعاً ستة بتوقيت السعودية فبهذه الحالة الـ الـ هي ثقة المواطن خلينا نقول المواطن ثقة المواطن خلينا نقول أو ثقة الشخص اللي عم بيصرف ماله إذا في حال عنده ثقة بالدولة إنه ممكن يكون عندنا تحسن الاقتصاد أو حتى ما تقول كبير عم بيفطله يوم بعد يوم بهذه الحالة بيكون مرتاح نفسياً أكتر فالـ الـ البيانات اللي مهمة جداً اللي لازم نعتبرها أو لازم نخدها بعض الاعتبار ضمن أجندة الاقتصادية اليوم فالـ كانت 129 من المتوقع أنه تزيد للـ 130 فإذا في حال كانت الأرقام المتوقعة أو الـ بالفعل 130 فبهذه الحالة منكون نحنا زادت الثقة عند المستثمر وعند المواطن وبهذه الحالة طبعاً هي إشارة إيجابية للدولار الأمريكي جميع البيانات أو معظم البيانات اللي منتوقعها هي ناجحة عن دولة الولايات المتحدة أو دولة أمريكا فعلى طول الدولار الأمريكي هو بالواجهة على طول الدولار الأمريكي هو الأساس على طول هو المحرك فللأسف ما عندي بيانات بالدل على أرقام إشارة الأوسط ما عندي أرقام بالدل إذا بدكن على الدول العربية اللي نحنا سيكونين فيها فنحنا عم نتأثر إذا بدكن أو عم نكون ضمن هذه الموج الضخم اللي عم تخذنا وعم بتجيبنا بالارتفاعات والانخفاضات نحنا كمضاربين وكمستثمرين بسوق الفريكس عم بكون الاختيار الاتجاه المناسب أصعب وأصعب يوم بعد يوم بفتكر بتوفقون الرأي أن التداول أصبح صعب تمام؟ نحنا بدنا نقلس المخاطر ضمن هذه باستعمال التحالي الاتقانية والمؤشرات وكل الشموع اليابانية والجلسات اللي نسمعها إن كان من شركة تكمل إن كان من جزاف ظهرية أو من أي محلل آخر منلاحظ أن في عندي اختلاف بالأراء عندي اختلاف بالاتجاهات فبهذه الحالة بطل عندي شيء أساسي ممكن تتكل عليه بالتحاليل اليومية كما لا يقدر استفيد بسوق الفريكس فلازم الواحد يتكل على حاله يلازم يتكل على استراتيجية بسيطة معينة بتقدر يكسب منا بعض الأرواح البسيطة ما تطمع ما تفكر إنه ممكن تغتنق من سوق الفريكس يعني هذا الفكر اللي كان موجود قديما من خمس سنوات وعشر سنوات لورا الفلوس اللي كنا نجنيها من سوق الفريكس كان ضخم جداً كانت كبيرة جداً كانت كتيرة ولكن بالوقت الحالي وأنا شخصياً عم بقلكم وبكل تواضع إنه السوق أصبح صعب ولكن نحنا ما في شك إنه ممكن نقدر نجني أرباح بسيطة بتدعم مدخولنا الشهري من طبعاً العمل اللي نشتغل فيه أوكي فبهذه الحالة ما تفكر إنه ممكن تغتنق من سوق الفريكس ولكن بكلاق استراتيجية بسيطة ممكن تجني منها بعض الأرباح بالنسبة للأزواج والخلينا نقول العملات الرئاسية أنا بالنسبة لألة وشخصية ما عندي خلينا نقول فرص استثمار كتير رأى على أن لكم إياها اليوم كان عندي بجلسة الأسيوية المساء فرصة بيع على اليورو نيوزيلاندا ولكن انتهت للأسف ما عندي جلسة مسائية أنا على وجه الصبح كرميلة نقلكن هذه الفرص ولكن بكل بساطة هذا الانخفاض كان متوقع على اليورو نيوزيلاندا ومن ورق انخفاض خمس موجات 1 2 3 دخلنا بتقلبات للموجة الرابعة وتوقعنا انخفاض الموجة الخامسة فبهذه الحالة نحن عم ننتظر انخفاض لموجة رقم 1 2 3 4 وعم نقدر نستفيد من الخامسة فضمن موجات اليوت بقولولي موجات اليوت صعبة كتير موجات اليوت ما ممكن تحديدة موجات اليوت هو خلينا نقول تحاليل تقنية بالوما يعني ممكن انه تنجح معك ممكن لا على طول فيه اتجاهان على طول فيه سيناريو مفترض بيعكو السيناريو المفترض الي امنا بتحليله نعم ولكن اذا في حال انت انتظرت اربع موجات وعم تستفيد من الخامسة بتكون واضحة بالفعل فعلى اليورو نيوزيلاندي كان عندي هذا الانخفاض مؤرع جدا وكان واضح جدا ولكن للأسف ما عندي اي اذا بتكون طول بين ايدي او اي فرصة ان نقلكن هذا الخبر بجلسة اسيا ولكن هلأ انتهت فنتوقع ثلاث موجات الصحية ABC بالاتجاه العام الصعد ومن ثم طبعا من هونيك بنجعل نفكر بسيناريو هابط او بسيناريو صعد عن جديد فهلأ تلات موجات الصحية متوقعة على اليورو مقابل نيوزيلاندي دولار اسعار الداو جونز والSP500 عملش هالتراجع الداكس المؤشر الالماني رائعة يا جماعة شوفوا شو عم بصير بيستعمل في بناتشي من اخر كم لاخر كم للمؤشر الداكس المؤشر الالماني عم نلاحظ انه الموجة الاولى الموجة التصحية التانية تم تثبيت مستوى الـ 88.2% اللي هي الموجة التصحية موجة B هذي موجة A موجة B ونحن هلأ في صدق انخفاض الموجة C وطبعا الموجة C بتكون اندفاعية وسريعة متل او بتشبه الموجة لكم ثلاثة رح يكون عندي جلسات قادمة عم نشرح فيها الموجات اليوت او استراتيجية موجة اليوت ورح اعطيكم تاريخ بضبط رح نبتدي بهذه الويبنارات المسجلة ايضا متل ما كنتو عم بتتابعونا الشهر الماضي رح يكون عندي ويبنارات مسجلة هذا الشهر ان شاء الله وعناوين اكتر من رائعة سوينج تريدينج لكل اشخاص اللي بهمون سوينج تريدينج رح نتكلم على الانجالفين فاترن او الشموع اليابانيه وكيفية استعمال الشموع اليابانيه لتحديد ميقات دخول وخروج وخسار ونحديد ربحها الشموع اليابانيه من اهم استراتيجيات اللي انا شخصيا بتتبعها واذا انتو بتتمكنوا منها وبتتمكنوا بهذه استراتيجيه انا بوعدكن انه منكن بحاجة لأي مؤشر منكن بحاجة لموجهة اليوت منكن بحاجة لفيبوناتشي منكن بحاجة لأي مؤشر موجود على منصة التداول الشموع اليابانيه هي من اهم الاستراتيجيات التداول اللي بتعكس اتجاهات السوق وبتاعكس سيكولوجيه التداول عند زبطكم الرسم البيانيه او العمل المعين او السلع المعين بالنسبه لألي هذي الجلسه كنا مرينه على معظم الازواج والعملات الرئيسيه كنا مرينه على الاجندة الاقتصادية كنا مرينه طبعا على المدونة التكمل كنا مرينه على الدولار اندكس اللي هو مؤشر الدولار اندكس على طبعا رسوم البيانيه فبهذه الحالة كنا غطينا بشكل عام التحركات اللي عم تحصل واللي ممكن توقعها قليل جلسة اليوم انا اتمنى لكم نهار مثمر واكتر مراء على الجميع بتشكر وجودكم ودعمكم الناس بتشكر ان كل الاشخاص اللي عم تابعونا بشكل يومي ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا اذا احتشتوا اي شيء نحنا موجودين للخدمة على صفحة تكمل العربية للفيسبوك انا وفريق عمل تكمل طبعا اذا احتشتوا اي شيء ان كان استراتيجية التداول بتكونوا تستفسروا عننا ان كان زوج او عامل معين ان كان اي شيء طبعا احنا موجودين للخدمة بالنسبة لهذه الجلسات بعرف انه جلسات المساء او جلسات بعض الظهر عم تكون بعض الشيء منه واضحة توقيتها منه واضح وهذا بسبب طبعا يعني الوقت خلال شهر رمضان المبارك ان معظم الاشخاص ما بيكونوا جاهزين او عندهم الوقت او المفراغ انه يقدروا يتابع هذه الجلسات فانا بوعدكم بجلسات القمة اللي هتكون عندي ازابتكن يعني اوقات معينة لهذه الجلسات وتكون عم بتتابعوها بشكل يومي انا بتشكر متابعتكن لقلنا بتمنلكم مثل ما قلت لكم نهار مثل واكتر من رائع كان معكم المحل المدرب المعتمد جزاف ظهرية من شركة تكمل مبارشاتا من صفحة تكمل العربية على فيسبوك الى اللقاء اشتركوا في القناة